بسم الله الرحمن الرحيم يا سين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجل كليم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكتبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بالشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا ولنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعوني إن دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطمه من بعده من جنود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنغ يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك العجون الخطمين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حبنا ذنيتهم في الكلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذبين وإذا قيل لهم أنتقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم بل لو يشاء الله أطعمه إن أنكم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا لأنهم يغتعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تغزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة جور لهم ما يتعون سلام لخف لهم من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجذبون ألن أعبد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كاليوم نخطب على أفواجهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نقمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يمسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما أعلمنا مشعر وما ينبغي لهنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفى القول على الكافرين أما لم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فظلنا مالكون وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من بدون الله آلهة اللعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يحزن لك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خالبا يحيي العظام وهي ربيم قل يحييه الذي أنشأها أول مرة هو الغبط لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاضر ولا أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العميم إما ما أمره إذا أرد شيئا أن يطول له كو فيكون فسبحان الذي في يديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون